اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كيف تعرى جسد سيدنا موسى عليه السلام أمام قومه وماذا فعل الله عز وجل بعد ذلك السلام عليكم مشاهدين الكرام جعل الله عز وجل ابتلاء العباد بالمصائب والبلايا كفارات للذنوب وماحيات للسيئات وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته حتى إذا لقيه لم يكن عليه خطيئة وأعظم الابتلاءات كانت من نصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قرآنه صورا عديدة من ابتلاء الأنبياء قال الله عز وجل في سورة آل عمران فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير روى الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ولكن الله سبحانه كما يحمي الأنبياء عليهم السلام ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته وليأنس بهم وبسيرتهم من بعدهم أممهم وخلفاؤهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء عليهم السلام حتى إذا رأوا ذلك وتذكروا ما فعلوا بهم صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولتمتل أصاع الكفار فيستوجبون ما أعد الله لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم بعدله سبحانه فهذا من بعض حكمته جل جلاله في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إله غيره ولا رب سواه وقد أخبرنا رسولنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم بقصة حدثت مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام تدل على الابتلاء روى إسحاق بن إبراهيم رحمه الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما براس وإما أدره وإما آفه وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها رواه البخاري والمقصود من هذا الحديث الشريف إزالة الظلم بالأخف ضررا كما أن بني إسرائيل معلوم عنهم أنهم قوم لا يصدقون شيئا إلا إذا رأوه جهر فهم قوم ماديون ولذلك كانت المعجزات فيهم حسية وقد يكون التعري في الحديث السابق لم يكن نزل فيه تشريع بتحريمه والتعري هنا استثنائي فلم يكن أمر من الله أو تشريع بفعله على الدوام بل لرفع ظلم وافتراء يراد به باطل ومكرى مثال قد يحدث زلزال أو إعصار أو بركان أو انقضاض بيت ويكون بداخله من يغتسل فيخرج مسرعا عاريا كذلك كشف العورة للطبيب فهنا ضرورة أباحت محظورا لسبب لهذا فالعاقل العفيف حينما يصاب بمرض في موضع عورته ويضطر لجراحة طبيب يلزم منها كشفها تجده يحب أن يبنج ويخدر ليغيب وعيه وتنزع عنه عورته من غيره بلا اختيار منه لا أن يقوم هو بنفسه باختياره مع أن المؤدى واحد لكن نزع الإنسان بنفسه يصاحبه نزع هيبة العفافة من النفس والفطرة فإن كسر الحياء والعفاف حينئذ يكون بالاختيار ومن جربه مرة تساهل به أخرى في حالة أقل حاجة وقد كان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حييا ستيرا وكان يستحي أن يبدو من جلده ما يتساهل بن إسرائيل في إبدائه حتى آذوه وقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدره وإما آفه فأراد الله عز وجل أن يبرئه ولا يبدل فطرته فلما أراد أن يغتسل وضع ثيابه على حجر فلما قضى غسله وأراد أن يأخذ ثيابه عدل حجر وهرب بثوبه وأخذ موسى عصاه وطلب الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر أي هات ثوبي يا حجر توقف وأعطني ثوبي يا حجر حتى خرج لبني إسرائيل فرأوه وعلموا أنه مبرأ مما قالوا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا بتلك الحال وقال تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله تعالى لم يأمر موسى عليه السلام أن ينزع ملابسه ولا أن يخرج للناس ليبرئ نفسه ولكن غير سنن الكون وجاذبية الأرض وأوجد في الحجر قوة للسير بثيابه ليتبعها ليكون ظهور جسده وعوراته بلا اختيار منه فلا يكون هناك أدنى قناعة للنفس بإمكان اختيار مثل هذا الفعل لأن خرق الفطرة إن بدأ اتسع وتدرج اتساعا حتى لا ينتهي وعلق العلماء على هذه القصة بأن الشرائع تختلف باختلاف البيئات والأزمان حتى جاءت هذه الشريعة فنسخت الشرائع قبلها ولا ريب أن التعري على الوجه المذكور في الحديث محرم في شريعة الإسلام الخاتمة ثم إن بني إسرائيل لفرط سوء معاملتهم لنبيهم رموه بالباطل وزعموا أنه لا يغتسل معهم لعيب فيه فزعموا أنه آدر أي عظيم الخصية فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ نبيه من تهمتهم ويدفع عنه أذاهم فكان أن أخذ الحجر ثوبه وهو يغتسل فلما فعل الحجر فعل من يعقل عامله موسى معاملة من يعقل فعدى خلفه وهو يقول ثوبي يا حجر أي هاتي ثوبي يا حجر ثم عاقبه على فعله ذاك بأن ضربه حتى أثر الضرب فيه وقال ابن حجر رحمه الله قوله فجمح موسى أي جرى مسرعا وفي رواية فخرج أما قوله ثوبي يا حجر أي أعطني ثوبي يا حجر وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه فلما لم يعطه ضربه وقيل يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه ويحتمل أن يكون عن وحي من الله فلما وقع هذا الأمر نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فوجدوه بريئا مما رموه به وإنما مكنهم الله تعالى من النظر إليه لأجل الضرورة وهي دفع التهمة عنه فهذا نظير النظر إلى العورة للمداوة وقال ابن حجر ظاهره أنهم رأوا جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداوات وشبهها انتهى ومن العلماء من رأى أنهم لم ينظروا إلى عورة موسى عليه السلام مكشوفة وإنما كان عليه مئزر وإنما علموا سلامته من العيب لأن المئزر يبدي ما تحته عند البلل فاللهم إنا نعوذ بك من إيذاء الأنبياء عام ومن إيذاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة اللهم جعلنا متبعين لسنته داعين إليها وثبتنا عليها برحمتك حتى الممات اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى